موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد في السوق كيزاكو بوانكم اليوم سوف نرى حساب مساحات الأشكال الاعتية يعني كيف تحسب المساحة المعين، المستطيل، مربع، دائرة، متلت ومتوازل أضلع أول حاجة نبدأ بالمستطيل نحن نعرف أن المستطيل من المميزات دياله وأنه عنده طول والعرض هذا الطول الذي يكون طويل والعرض دائما الطول يكون كبير من العرض طول أكبر من العرض القاعدة لو نحسب المساحة ديال المستطيل قاعدة سهلة وهي الطول في العرض الآن فساعدنا نبقى نسمي الأطول بحرور سميه ذا ونسميه ذا بإلاجي تكشف دونك استيل أر فيجيني هو آ في ب قاعدة سهلة مات طبق دوز الشكل الثاني وهو المربع ونحسب مربع كنلاحظ بأن المربع فهو مستطيل غير الخاصية هو أن الأضلع دياله متساويين كاملين يعني قدر نقول أن المستطيل هو حالة عامة ديال المربع أولا كما نقدر نقول أن المربع هو حالة خاصة ديال المستطيل يعني أن أمريكا يكون طول كي يسوي العرض فإنك يكون لدينا مربع المساحة ديال المربع هنديرو هي آ في آ كما المستطيل يعود طول كي يقول لي هو آ لي هي آ وس إثنان يعني أنا كنعدي مربع طول ديال دلع دياله خمسة فإن المساحة دياله كتكون هي خمسة وس إثنان ولا خمسة في خمسة اللي هي خمسة وعشرين نفهم؟ دوز متوازي الأضلع دوز متوازي الأضلع معروف جوش حويش كهذه كنت سميها القاعدة والمسافة من هنا ل هنا كنت سميها الإرتفاع للاحظنا بأن المساحة ديال متوازي الأضلع يمكن تشبهها أو متوازي الأضلع يمكن تشبهه بمستطيل كيفاش نأخذ هذا المتوازي الأضلع من قدر أن نحيد منه هدلا بارتي هذي الشيه ونزل حطه هنا إذا الفضل الحالة كيف يقولي عندي متوازي الأضلع هذا كيف يقولي عندي بحلوك ودعوه ما هو إلا مستطيل إذا إذا لجيت اسمه هذا الطول هذا آش نسبة الارتفاع وهذه اسمه توبي فما هي مساحة مساحة متوازي الأضلع هي بفئة لأنها تساوي مساحة هذا المستطيل يعني بسبع ما نقوله هي القاعدة تساوي القاعدة مضربة الارتفاع هذه هي القاعدة للمتوازي الأضلع نشوف الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة وهي المتلت المتلتة هو معروف فهذا المسافة من هنا إلى هنا كنسميها القاعدة والمسافة من هنا إلى هنا كنسميها الارتفاع كنسميها الارتفاع هذا الشكل كنسميها الارتفاع كنسميها الارتفاع نأخذ هذه المتلتة وهنا نضع المتلتة خرف نسل المساحة ونقلبوه نقلبوه نقلبوه بحلوكة بشيء المتوازيين كنسميها الارتفاع نقلبوه كنسميها الارتفاع كنسميها الارتفاع كنسميها الارتفاع المساحة المتوازي الأضلع عشنا هي وقدنا هي القاعدة في الارتفاع كيف نحصل على هذا المتوازي الأضلع بدرنا المتلتة جوج لمرات يعني أن أنا بغيت المساحة المتلتة معالية إلا نقسم المساحة المتوازي الأضلع على جوج يعني ستجينيها ب فيه آش على اثنان واللي هي القاعدة المعروفة ارتفاع القاعدة مقسم على اثنان يمي ساعة المتلد ندوزه دابا المعين دواء للشكل هذا المعين شنو من المعلومات كنكنو عارفين عليه نعم الخصائص دياله المسافة من الهناق عفوا المسافة من الهناق تالهناق هو القطر الأكبر والمسافة من الهناق والقطر الأصغر او الصغير نحسب المساحة دياله نحاول نرد هذا على شكل شيء فقد حسبنا المساحة دياله نحن نجد هذا المثلات نضع هذا المثلات نضع هذا نضع هذا ماذا يجب علينا شكل؟ يجب علينا شكل متوازي الأضلع لحتو؟ عن أي شكل كان قدرنا نرجعه متوازي أضلع هنا متوازي أضلع قلنا شنو القاعدة هي المساحة دياله هي الارتفاع من ضرف القاعدة هنا القاعدة هي المسافة وهذه بنسبتي لنا حسب شكل دياله تساوي القطر الأصغر وهذه المسافة من هنا تل هنا اللي كتمثل ارتفاع ديال المتوازي الأضلع كتمثل نص ديال القطر الأكبر إلا لاحظته بأن المسافة من هنا تل هنا كتساوي جوش للمرات أش إذا نريد نحسب المساحة ديال المعين هل نديره؟ هنديره بي في أش يك يعني بي هو القطر الأكبر القطر الصغير عفوا القطر الأصغر في أش ناية هي القطر الأكبر على إثنان قطر الأكبر على إثنان يعني لجينا نسميه القطر الأصغر نسميه هو دي واحد القطر الأكبر هو دي اثنان فإن اس كتساوي دي واحد في دي اثنان مقسومة على اثنان أوكي والحالة الأخيرة كيفاش نحسبه قرص قرص بعدناش كيفاش نحسبه قرص متوازي الأضلع وإنما القاعدة نحفظها ونعقل عليها كتساوي بي 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 كتساوي بي ثلاثة فصائله بي يعني انه مثلا عندي قرص شوعة دياله مثلا هنا اثنان سنتيمتر بتحسب مساحة القرص فهي بي هي ثلاثة فاصلة اربعتاش في اثنان في اثنان اللي هي ربعة ثلاثة فاصلة اربعتاش رانتو ما كالطرف الحساب الضقائية اثناش فاصلة ستو خمسين في هذه الحالة مثلا دعمت سنتيمتر مربع كنتمنى هاد درس استفتوا معنا شوية كيفاش نحسبوه مساحة ديال اشكال الهندسية العتيادية وكيفاش تمكننا من الحساب ديالهم بتقويد ذلك او بتقريب ذلك لمساحة متوازي لالله ونضرب لكم موعد جديد ودرس جديد حصة اخرى سوقيزاكو بوانكم كان معاكم ارضوان السلام عليكم اشتركوا في القناة